وفي السياق ذاته أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبد الرزاق عربيات أن احتفالية إضاءة الشجرة بمناسبة الأعياد المجيدة تأتي تأكيداً على النموذج الأردني في التعايش والمودة والوئام الدائم متمنياً أن تزول جائحة كورونا قريباً وتعود السياحة إلى نشاطها المعهود فيأتي السياح للمختص بقصد السياحة الدينية وللقيام بشعائرهم ولا فتى عربيات إلى أن هذه الاحتفالية تقام على ضفة النهر المقدس بما يمثله الأردن من نموذجاً للتآخي والأمن واحترام الإنسان بفضل الحكمة والعدل والمساواة التي طالما كانت من سمات الحكم الهاشمي الرشيد